هذا وتواصل الكوادر طبية التأكيد على أهمية التقييد بالإجراءات والقرارات للبناء على ما تحقق في مواجهة الجائحة وفي هذا الصدد دعت الدكتورة شيماء النشابة طبيب مقيم في مجمع السلمانية الطبي خلال برنامج بكم نعود دعت الجميع إلى أهمية مواصلة الالتزام بجميع الإجراءات الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا للوصول إلى النتائج المرجوة النصيحة اللي أريد أن أقدمها للمجتمع في هذه الفترة إحنا قطعنا شوط جداً كبير بتوجيهات الفريق الوطني بقيارة مولي العهد والأطباء اللي ما قصروا في احترازات ووضعات وتوصيات وضعت من الفريق الوطني نخلي نحط في اعتبارنا إن إحنا قادرين على إن إحنا نتخطى هاي المرحلة بوعي المجتمع بالوعي بحيث أن نحافظ على التباعد الاجتماعي مقلل من التجمعات نواصل في التطعيمات للوصول إلى الحصانة المجتمعية نكون كلنا إيد وحدة نقدر نتخطى هاي الجائحة وإن شاء الله بإذن الله نكون قادرين لأن مجتمع البحرين مجتمع واعي وهذا بيّن خلال الفترة اللي طافت خصوصا الحين الأيامات اللي توها طايفة لاحظنا بسبب الانتزام قلت عدد الحالات وإن شاء الله نتخطى هاي الجائحة إلى بر الأمان ترجمة نانسي قنقر